أفاد المرصد السوري أن الميليشيات الإيرانية في مدينة الميادين بريفي دير الزور شرق سوريا عمدت إلى تغيير أسماء عدد من الشوارع المستوحاة من مناطق جغرافية أو رموز وطنية سورية إلى أسماء مستوحاة من رموز إيرانية باللغتين العربية والفارسية ووضح المرصد السوري أن الميليشيات الإيرانية غيرت اسم شارع أنس بن مالك ووضعت لافتة كتب عليها شارع الإمام الخميني وكذلك جرى تغيير اسم شارع أبو غروب ووضعت الميليشيات بدلا منه لافتة باسم شارع قاسم سليماني كما قامت تلك الميليشيات بتغيير اسم شارع الجيش ووضعت لافتة كتب عليها شارع الإمام العباس في إشارة للواء العباس التابعة للميليشيات الإيرانية الموجودة في المدينة كما جرى تغيير وساقية الري بوضع لافتة تحمل اسم شارع فاطميون وقال البرصد أن إيران تسعى من خلال ذلك إلى التمجد في المناطق الخاضعة لسيطرتها التي يوجد بها عناصر النظام شكليا في ريف محافظة دير السورة